من الأشياء الغريبة بالجافا سكريبت أنه بإمكانك أنت تاخد دالة وترسلها كأمبوت أو كأارغمنت لدالة ثانية أيضا بإمكانك تاخد دالة وتخزنها داخل متغير أو بشكل عام خلونا نقول نقدر نعمل الدوال كأنها قيم في الجافا سكريبت السبب أن الدوال فعليا بالجافا سكريبت تعتبر First Class Object أو خلونا نقول بشكل عام تعتبر قيم فبالتالي أقدر عملها كقيم الشيء المهم هنا أنه لما يكون عندك دالة وترسلها كأارغمنت لدالة ثانية هذه الدالة نصير نقول عنها Callback Function وطبعا تعتبر شيء مهم ويعتبر Advanced في الجافا سكريبت راح يفيدنا بعدين من ندخل في الـ APIs وغيرها من المهام المتقدمة هنا أحتاج منك تكون عارف بشكل أساسي إيش نقصد به الـ Callback Function وكيف أنه إحنا نسويها طيب الفكرة جدا سهلة أنه إحنا عارفين كيف نسوي Function بما أنه هذه الدالة فرضا راح أسميها أنا First Function بأنها تعتبر قيمة فزي ما أنا أقدر أقول مثلا Let A تساوي 5 بإمكاني أني أعرق متغير راح أقول مثلا My Function وأخزنا بداخل هذه القيمة فالآن القيمة هذه الدالة هل تعتبر قيمة والخمسة كمان تعتبر قيمة لكن هذه من الـ Type Function بينما هذه من الـ Type Number فلو سألناك ليش المتغير يقدر يخزن قيمة أو ليش المتغير يقدر يخزن Function وتقوى بشكل بسيط لأن الـ Function هذا عبارة عن Object وبين قوسين تقوى عبارة عن قيمة وهي من الـ Type Function لو تبغى تناديها أكيد راح تقوى بشكل بسيط My Function تبدأ تحط الأقواس الخاصة فيها أو حتى تستخدم الـ Call زي ما شوفنا في الدرس الماضي كان فيه برامس تبدأ ترسلها فإذن هذه فكرة أول نقطة لازم تكون عارفها تفسر لك موضوع لما أنت تخزن دالة داخل متغير الآن من الأشياء كمان المهمة اللي أنت أريد تكون عارفها من بداية دراستك للـ Functions لو كان عندك دالة مثلا اسمها فرس الآن زي ما أنه أنت تقدر ترسل قيم لو بنادي هذه الدالة بإمكاني أنا الحين أرسل لو حكينا على فرس بإمكاني أرسل قيمة خمسة مثلا هذا يعتبر صح لكن إحنا اللي راح نتكلم عنها الآن أنه بدال هذه الخمسة أنا راح أرسل فانكشن ثانية الفانكشن الثاني اللي أنت راح ترسلها هذه نسميها Call Back Function طيب أكيد راح تسأل أنه أنا عرفت إيش يعني Call Back Function أنه يكون عندي أنا دالة الـ Arguments حقتها تكون دالة ثانية لكن متأحتاج هذا الشيء شوف تخيل لو كان عندك أنت الآن طبعا هو الموضوع شوي متقدم يعني راح نأخذ عنه جزئين الجزء هذا راح أحتاج منك بس تكون عارف كيف تسوي Call Back Functions ومن ندخل إن شاء الله بعدين في العمق على نهاية المقرر راح تلاحظوا إيش الاستخدام الحقيقي والفعلي لـ Call Back Functions هنا تحتاج منك تعرف السنتاكس وطرق بنات وطفيقات بسيطة فيها Call Back Functions طيب فهنا راح أخذ Function تمام راح أسميه مثلا First حيث أنه هذه الدالة مثلا تطبع لي مثلا خلونا نقول Let's say مثلا First Function عندي دالتين راح أخذ First وأخذ كمان دالة ثانية راح أسميه مثلا Second وهنا راح نقول نطبة بس على الـ Console Second ولما انت تبني التطبيق حقيقي راح تضع هنا Algorithm أو الكود اللي راح يحقق المهم اللي انت تبعيها طيب الآن لو بنادي هذا الدوار راح أقول First و Second طيب تخيل الآن في الدالة الأولى أنه أنا أحتاج أنفذ هذا الكود segment أحتاج أنفذ هذا الكود وبعدها أنفذ الكود مباشرة الموجود في الدالة الثانية ففي هذه الحالة راح أسوي Call من هنا على الدالة الثانية لو خلينا هذا البرنامج بهذا الشكل الآن كلي أحتاج أروح أنادي دالة الفرست وراح ينفذل وتلاحظون الدالتين يعني الفرست طبعا لي هذا الـ Statement بعد كده راح نفذ هذه الدالة فأسوي Call هنا قال لك Second Function أوكي طيب أنت ثبتها فإيش كنا نسوي وقتها كنا نقول نحظة في القيمة نأخذ Argument مثلا كنا نقول مثلا Student Name أو User Name وأبدأه لأطبع هنا اللي قاعد يصير بالأسفل نفس الشي بالضبط نفس اللي هنا أنه لما أنا الحين جيت و سويت هذه الدالة فكأني أنا خلاص دائما أقول أنه بعد هذا الكود نفذري هذه الدالة دائما طيب الحين هنا كأنك أنت خليت البرنامج Non Practical خليتها مش عملي بزيادة فمفروض أنه هذا الشي تأخذها كبراميتر يعني خلي الدالة هذه تسوي المهمة الأساسية اللي هنا أما بالنسبة للمهمة اللي بتسويها بعدها خلها اختيارية يعني خلي الوزر أوه اللي يرسل الشيء اللي أوه يبغى ينفذ بمعنى آخر إنه بدال ما ننفذ هنا Second يعني لو كان عندي أنا الدالة الثالثة مثلا كان اسم هذه الدالة الدالة هذه الثيرت يعني ممكن يكون فيه يوزر يبغى ينفذ المهمة الثانية بينما ممكن يكون فيه يوزر آخر يبغى ينفذ الدالة الثالثة إذن هنا القضية إنه أنا ما أبغى أثبت هذا الكود يعني أبغى أخلي اليوزر يكون عنده مرونة في أنه يغيره على كيفه فإيش راح نقول زي ما سمونا قبل شوية مع كلمة سارة ناخذها كبراميتر فأنا بأخذ الآن هنا براميتر راح نسمي هذا البراميتر أي شيء مثلا ماي فانكشن وعادة اللي هي الدالة اللي أنت راح ترسله عادة نسمي البراميتر هذا call callback أوكي الآن اللي بسوي إنه بدلا ما أجي وأقول ثيرد أو سيكند أو حاجة لا راح أنا أرسل بعدين دالة من إيجي الحين أنا أدي الفرس راح أرسل دالة الدالة هذا راح أسميها أنا callback فعشان أنا أديها ببساطة راح أحط عليها الكل بهذه الطيقة بمعنى أنه ننفذ الآن الجزء هذا من الدالة فرس بعدين الدالة اللي أنا راح أرسلها لك أبدأ إيش أبدأ نرفذها من خلال الأقواس الموجودة الموجودة هنا ولازم هذا callback يكون وشو يكون فانش لكوني حطيت لهذه الأقواس وراح أساب تشيك عليه بعد شوية الآن إيش الحلو بالموضوع صار هذا الكود الآن مرن أوكي إن الحين إذا كنت أبغى أنا أنا ننفذ الدالة الأولى والدالة الثانية اللي راح أرسلها الحين هي الدالة second في كل بساطة راح أرسل الآن اسم الدالة اسم الدالة كargument الآن صارت الدالة هذه عبارة عن callback حقنا إنه خلص من الفرس بدأ ننفذ second أوكي لو جاني يوزر آخر قال لا أنا أحتاج أنفذ هذا الجزء أما بالنسبة الجزء اللي بعده فأنا أرسل هذه الدالة اللي هي اسمها third وكي فوقتها عادي وهو يقدر أنه يرسل الآن الثر بهذه الطريقة فلاحظ الآن صار البرنامج صار البرنامج الآن مرن بفكرة البرامتر الآن ما سمينا ولا شيء اللهم بدأ ما نثبت الكود صرنا نخليه مرن من خلانه إحنا نرسل نرسل دالة فالآن second وهذا عبارة عن دول هنا يعتبر الكود طويل بإمكاننا نختصرها أنه نخلي الوزر وهو بنفسه يرسل الدالة يعني زي بدان ما أنت ترسل كلمة سارة أو كنا نسوي نيم نساوي سارة بدان ما تسوي هذا الكلام وتجي ترسل هنا النام بإمكانك أنت تحذف هذا المتغير زي ما حدفت الدالة وعرسل مباشرة القيمة السارة فالآن الفكرة نفسها بدان ما أرسل ثان أقدر الآن أعرف الدالة هنا وتكون هذا الدالة يكون أزيان راح أقول بدون اسم وأبدأ هنا أنفذ الكود اللي أبغاه يتنفذ بعد هذه فراح أقول مثلا هنا تحط ال يور كود مثلا هنا راح نقول my logic نحط اللوجك حقنا اللي يناسب المشكلة أو الابليكيج نحن قاعدين نشتغل عليه فراح نقول في هذا الحال مثلا راح نقول مثلا welcome to my app for example welcome to my app أو سو أي شي أنت تبين تمام فهذه هي الفكرة الآن الدالة التي أنا مررت هنا نقول عنها callback function لاحظ أني أرسلتها كمدخلات للدالة في فرس الآن يعوض عن callback بهذه الدالة وأنا استعملتها callback فأنا هنا قاعد أسوي عليها call بإمكانك تأخذ arguments أخرى لو تبغى مو بمشكلة تقدر أنت تأخذ arguments أخرى مثلا راح ترسل قيمة 5 تأخذ هنا argument أخرى راح تقول value وتقدر أنت تسوي أي شيء آخر أنت تبهي تمام الآن إيش callback function يعني دالة تتنفذ من اسمها callback أنه بعد ما تخلص هذا الجزء نفذ هذا الجزء أوكي تمام طيب الحين لو فرض نتخيل الـ user أرسل قيمة 5 يعني الـ callback تصير قيمة 5 بالتالي راح يطينا الخط راح يقول لك أن الـ callback is not a function فعلا أنت أرسلت الـ callback القيمة 5 الـ callback فتقد تسوي F statement أنه إذا كان الـ callback إذا كان type حقا إذا كان type of callback أوكي يساوي function لأننا نحن عندنا type اسمه function إذا كان function أبدأ نفذ أبدأ تسوي الـ callback أوكي فالآن ما راح أطلالي خطأ لأنه ما راح تنفذ هذه الدالة ما نفذها لأنه type جايني number مش function صحب بينما لو أرسلت anonymous function dala الآن كل الأمور راح تصير تمام فراح يقول لك hello أو أي شيء آخر أنت تتبه اللي هو code تبعك راح تقول مثلا الان كل شيء راح يتنفذ فإذا callback أبيك تعرف من اسمك callback أنه بعدما تنتهي مهمة الدالة الأولى أبدأ نفذ الكود الموجود في dala اللي هو أرسلها ك argument فهذا الفكرة يعني أن dala تستقبل dala أخرى كبراميتر الدالة اللي أنت راح ترسلها نقول عنها callback ومو بشرط تسميها callback بمكانك تكتب هنا مثلا naif إذا أنك موجب باسمي تجي هنا تقول naif تجي هنا naif لكن عشان التعارف بين المبرمجين أنه نسميها callback مباشرة نحن فإذا وغيرها راح تلاحظ كيف أنه نستفيد من هذه الدالة بشكل كبير ونبدأ نكمل المفهوم الخاص فيها فيه نقطة متعلقة فيها اللي هي composition وأنه ما تتنفذ الدالة الثانية إلا بعد ما تنتهي الدالة الأولى هذا كلنا راح نشوف إن شاء الله مستقبل لما ندخل في advanced topics وإلجاب السكر اشتركوا في القناة